موسيقى أنوار من الوحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وفي رواية في الصحيح وإذا وعاد أخلف هذا الحديث أيها السادة يبين لنا أصول النفاق العملي هناك نفاق في العقيدة وهناك نفاق في العمل هذه الأصول ترجع إلى نفاق في العمل فلنحذر منها الخصلة الأولى إذا أت من خان فاحذروا أيها السادة أن نخون أماناتنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الصلاة أمانة الصيام أمانة الحج أمانة الفقراء الذين في عناقنا أمانة هذه الثورة الوقوف معها أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها التكاليف كلها أمانة ثم ماذا أيها السادة الخصلة الثانية إذا حدث كذب هي الخصلة الأخطر في مجتمعاتنا والأكثر انتشارا عند الكثيرين من أصحاب المهن والحرف والسماسر واعلام النظام وما إلى ذلك وأخطر أنواعه وأخطر أنواع إثنان أيها السادة التقية وشهادة الزور وإذا أردت مثالا عن التقية فاذهب إلى مدوانات الشيعة وأدبياتهم كيف تجد فيها النفاق وكيف تجد فيها الكذب ثم شهادة الزور احذروا منها أيها السادة من أجل مال قليل النبي عليه الصلاة والسلام سماها اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار أما الخصلة الثالثة فهي إذا عاهد غدر وربنا يخاطبنا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فلنحذر من الغدر والرابعة وعهد نظام أيها الإخوة اليوم من هنا نخاطب إخواننا ألا يثقوا بالنظام وأزلامه لأنهم غدارون والخصلة الرابعة وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر إذن وكما جاء في صحيح البخاري أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إذا خاصم إذا تكلمت معه إذا خاصمته بشيء ربما يفجر ربما يكفر ربما يسب ربما يشتم إذن هذه خصلة ليست من خصال المؤمنين والخصلة الخامسة وإذا وعد أخلف فلنحذر من هذه ما أكثر أن يعد أصحاب المحن وأصحاب الحراف فلنحذر من الخلف فإنها خصلة من خصال المنافقين وهو نوعان أيها السادة لننتبه إلى هذه المسألة النوع الأول أن تعيد الناس ومن نيتك أن لا تفي بالوعد أن تقول له أنا آتي إليك غدا على الساعة العاشرة وأنت تعلم عندما ضربت هذا الموعد أنك لن تأتي هذا شر الأنواعي أما النوع الثاني أن تضرب موعدا أن تحدد وقتا لكن يعرض لك عارض ربما مرض ربما سفر وبعد ذلك لا تستطيع الحضور هذا ليس خلفا حقيقة ليس خلفا في الوعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوار من الوحي